السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للإخوة والأخوات نحن اليوم 11 مارس 2021 بعد قليل إن شاء الله ندخله في يوم 12 وحديث اليوم هو حول اللجنة نتع الحوار كيفاش تتشكل هذا اللجنة شكون هم الناس اللي يكونوا فيها واشهي الأهداف انتاعها طريق انتاع العمل انتاعها إلى غير ذلك من المسائل الناس اللي يهمهم هذا الحوار يسمهم هذه اللجنة ويهمهم النقاش بصفة عامة مرحبا بكم بإمكانكم هو أنه تتصلوا بيا عن طريق سواء الهاتف أو من خلال الأجهزة تاع الكمبيوتر الناس اللي عندهم الأجهزة تاع الكمبيوتر بإمكانكم هو أنه تتصلوا مباشرة والناس اللي عندهم الهوت في النقالة لازم يكون عندكم البرنامج نجدك تاع الميسنجر باش تقدروا تدخلو وعليكم السلام الأخ تحيات ندرلكم الرابط تاع الغرفة تاع الدرداشة إذا كان فيكم ناس يحبوا يشاركوا في هذا النقاش وعليكم السلام الأخ بيلال أولا نوضع لكم الرابط أنا وضعتكم الرابط في التعليق بإمكانكم هو أنه تتصلوا وإن شاء الله نستفده من بعضنا البعض من خلال هذا النقاش الإخوة فقط الناس اللي هما موجودين في الصفحة نتاعي اللي نقدر نقرأ تعليقات تاعكم لأنه صفحات الأخرى اللي هي تنقل الرابط ما نقدرش أنا نراقبها كامل الآن ما راني نراقب غير في الصفحة نتاعي ما نقدرش نراقب الصفحات الأخرى وحتى الناس اللي هما يعلقوا في الصفحة نتاعي مسجلين بالأسماء تاحهم الحقيقية وبالتالي لما يعلق واحد والله لازمني نرد عليه إذا كان إخوة يحبوا يعني يشاركوا في هذا النقاش تكون الأسماء انتهم الحقيقية مع وضع الصورة في البروفيل لعليه جل باش نعرف بلليه الشخص هذا راهو جزائري وراهو ينقش بجدية راني ننتظر فيكم لا ربما كان إخوة هكذا شو كون هذا شو كون هذا عباس فيصل هذا شوفوا ترا هذا الأخ هذا الناس اللي شاركوا فقط هم الناس اللي مسجلين بالأسماء انتهم الحقيقية وموجودين في الصفحة الناس اللي ممش موجودين في الصفحة انتهم ما نقدرش ندخلكم لا سيهمة من الناس اللي ممش مسجلين بالأسماء انتهم سجل بالأسماء انتهم الحقيقي واللقب مع وضع الصورة في البروفيل ومرحبا بك ما همنيش فيك شكون انتهم مهم بإمكان الإخوة والأخوات اللي يحبوا يشاركوا في هذا النقاش ولو انه على باليب اللي يراه في وقت متأخر من الليل لكن في المقابلة على باليب اللي كان إخوة هذا هو الوقت اللي يساعدهم لا سيهمة من الناس اللي رهم موجودين في كندا وفي أمريكا يساعدهم الوقت على باليب اللي يذكرهم مروحهم من الخدمة نتاحهم يساعدهم الوقت مشكف من الإخوة اللي رهم موجودين في الجزائر ولا سيما حتى كين الناس اللي رهم في الجزائر غضوة الجمعة كين الناس اللي الان رهم مهتمين بالشأن الجزائري كين منهم أنا على باليب اللي رهم يرقج حاب نتحثنا في الموضوع هذا انتعى اللجنة انتعى الحوار كيف تتشكل هذا اللجنة كيف على مستوى الولايات وفي الخارج كيفاش يتم التنسيق بين هذا اللي جان على المستوى انتعى الولايات وكيفاش يتم التطوير انتعى هذا الحراك من خلال المبادرات والمشاريع كيفاش يتم التنسيق بين هذا الناس كيفاش تعطى الفرصة للمثقفين للأداباء للسياسيين للإعلاميين في هذا الحراك وما تبقاش الناس تردد في هذيك الأهازيج انت عوام توثري في فاللجيري وأهازيج أخرى ومن بعد التفرق الناس كيفاش هذي الناس اللي راهم دركه ما يعيقوا في الحوار يعيقوا في التغيير وكين منهم اللي راهم دركه أحاكم الميكروفون هذا مش راهم قال مثلا راهم صفحة دير صفحة نتعى في الفيسبوك وراه يهدر ولا راهم قال في اليوتيوب وراه يهدر ولا في أي موقع وحد أخر هذا راهم احتل ساحة عامة وهزي الميكروفون مجموعة بسيطرين على قدير ديرين كاري مع بعضهم ومنعين الشعب من التلاحم منعينه من التغيير ومنهم من يزعم باللي راهوا مع التغيير وراهوا ضد النظام بالتالي كيفاش يتم سحب المبادرة من هذا الناس هذا في ظل هذا الحراك تعطى الفرصة للمثقفين وتعطى الفرصة للأدباء والمفكرين وهما فيما بعد يحتضنوا هذا الحراك وهما اللي يدفعوا به للأمام كيفاش فيما بعد تتم العملية انتعى التنظيم وخليوا الجانب هذا انتعى الاحتجاجات انتعى الناس هذو اللي راه مدركهم وموالفين بالأهزيج وموالفين بالصطادات وكذا خليهم يكملوا وما في المسارة انتعى هم هذك كيفاش يتم التحديد انتعى الاهداف كيفاش يتم التجسيد انتعها الأخ خلي ترمز للاسم انتعك بواحد شوف إذا رك موجود في الصفحة انتاعي اكتب لي تعليق ماكش موجود في الصفحة انتاعي ما نعرفكش راني قلت باللي الناس اللي هما مسجلين فقط بالأسماء وبالالقاب التحامل الحقيقية مع وضع الصورة في البروفيل وارواح اخويا العزيز ومرحبا بيك تفضل شاركناه اذا كان راه عندك افكار هكذا او عندك ما تقول في هذه المسألة هذه انتاعي اللجنة انتاعي الحوار مرحبا بيك هذه هي من غير ذلك غير ما كلها تظلت تعب في روحك راني قلت ونكرر ما رانيش في اليوتيوب راني الان في الفيسبوك في الصفحة الخاصة انتاعي الناس اللي هما يحق لهم على جلبه شاركوا في هذا الاسمولي انه كي الناس هنا على بالي بيهم الناس هو مريض ويجي يدخل لك هكذا زي ما شغل يضحك ولا ماش عارف هكذا ويجي ويسركوا وناس خالصين علي هذا وكان ما عنديش الوقت بيهم انسان اللي يراه ذلك مش بالضرورة يكون يعرفني كي ان ربما ناس هكذا سواء هو راهو تخلي الفيسبوك جديد او قال مثلا ما يعرفنيش ربما ما عنديش ان الرواج كي ما راه عندهم ناس اخرين قال هذا وانت عرفه لي يقدر يسير مش مشكلة ما عنديش حنا حتى عقودة في هذا المسألة هذي قال هو يجي يطلب يطلب على الجل باش ننضيفه انا في الصفحة انتاعي لما يسير في الصفحة يكتب لي تعليق باش نعرف انا باللي سيدة هذا راه موجود في الصفحة انتاعي ومن بعده تفضل اخويا اعطينا واش تمتاليك من خبرة واش تمتاليك من من راسيد واذا راه عندك انت قدرة على جل باش انت تناقش تنتقد او تقترح اذا عندك مشروع تفضل مرحبه بك نفس الشخص كريم كريم نفس الشي راني يقول تفقط للناس اللي مسجلين بالاسمان التاحهم الحقيقي اللي يجي يتكلم يتكلم كي ما راني يتكلمانا بالصوت وبالصورة وتفضلوا مرحبه بك رواح قنعنا بلك لعود النقطة نعو بالرأيين تاعك راني يقول لك لما كلا اظلت تعب في الماليكة انتاك اللي ترمز الاسم انتاك بكريم إلا تحب تحاورني دير الصورة انتاك كما راني أنا ودير الاسم انتاك الحقيقي واللقب وتفضل مرحبه بك ربي بركشيك للأخ مهدي ربي بركشيك شكرا للأخ مهدي المهم رايح نمدنا الوجهن تاع النظر تاعي لربما كش ما كان اخوها كذا اللي يحبوهم يلتحقوا رايح نمد الوجهن تاع النظر تاعي فيما يتعلق باللجنة تاع الحوار كنت نحن الآن نرى ندخلنا في 12 كنت خلال اليوم يعني 11 مارس 2021 كنت وضعت قائمة مجموعة من الأشخاص وفي الصفحة تاعي الخاصة ووضعتها في الصفحة العامة وقريت بعض التعليقات كم بعض من الناس اللي هم هذو كل مكلفين بمهمة يجيوهما نفس الشيء نفس الشيء الاخ اللي ترمز الاسم انتعك بهلال خويا ضع صورة تاعك في البروفيل ضع صورة تاعك في البروفيل باش نعرف مع مرانين نحكيه كنت إذن وضعت القائمة كانوا بعض الناس اللي هم داروا تعليقات لسيما في الصفحة العامة قريت تعليقات تاعكم كي الناس اللي هم مكلفين بال تفخيخ انت عن الحوارات هذك يعوض هو انه ينقش لك الفكرة يجيه ويطعلك في شخص على جلبه شو في اعتقاده باش هو ينسف لك الفكرة هذك وكي الناس هم مكلفين بمهمة كي الناس اللي هم ميقدروش باش ناس هكذا هما في الاصل خباثاء كي نعلي بالي بلي منهم اللي رو يتفرج فيه هما في الاصل خباثاء لكن هو يظهر لك هكذا زع ما شغول يعطيك صورة انت صورة يستعملك التقية باش يخادعك زع ما نقش فكرة احنا راني نحكي عن القاضية انتع لجنة انتع حوار نقش الفكرة نقش الفكرة قبل ومن بعد قول لي بلي قال مثلا انظرك مثلا هذا الفكرة تحتاج مثلا رجال من هذا النوع قال مثلا الاوصاف والله قال هاي الصفات اللي لازم تتوفر فيهم على جلبه شوما يدفعوا هذا الحوار يدفعوه الى الامام قال مثلا الناس تكون عندهم تجرباء قال مثلا الناس يكونوا ممش مشوهين اخلاقي ممش متورطين في ملفات انتع فساد المهم الى غير ذلك من المسائل اما هو يجي الانسان يخلي هذك الموضوع انتع اللجنة انتع الحوار يخلي الهدف انتع اللجنة انتع الحوار اللي اراها راح تشكل من اجله ويجي هوا يركز لك الى الشخص ويحاول هوا يشخصا لك هذك النقاش من اجل ابعاد الناس او من اجل الطعن انتع الانتع duyه بعض الهدف يمكن الانتعلك اللجنة يجي هما تطرح الموضوع هو يبدأ يضحك خاصة لما تكون فيها أفكار هكذا والأفكار هذه قادرة هي مثل الجند الناس والله غنتت تطرح الموضوع برك هو يبدأ يسخر سخرية كذب تبلعيت وكين مرات هو أنه يكتبوك نفس تعاليق بأسماء مختلفة قصد على جلبة شوما يصنعوا رأي حول قضية معينة لهدف تحموما بش يكسرها بشي غنتت تغرس غرسة هو يدمرها لك ففي الأساس في المهد انتاعها يحرقها نعرفهم نعرف هاد الأشكال هذو نعرفهم من سنوات وحنا نعرفهم على هذوق الآن أنا رأني هذوق الناس اللي يتجي ويتناقشوهما ونقول له ناس يجلب الاسم انتاعك وباللقب انتاعك وربح هاو انت الصباح اللي احنا تحدثنا على القضية هذيك انتاعها وش اسمه بلاك لا يدرك تشوفيها ارواح تفضل هانا على المباشر اللي يقنقشني الاصباح في الصفحة نداعي هانا نتكلم بالصوت وبالصورة ارواح ارواح تكلم كيماراني نتكلم أنا بالصوت وبالصورة وتفضل قدام الناس وقدام خلق ربي ونشوفو شوفو واش عندك في الخشخاش هل ترى انت عراك من الناس اللي راهم يحملون افكار ويحملون مشاريع وانسان سياسي وانسان تعرف النظام وراك تحويس على الخير لبلاد ولا غير فقط هكذاك حقدا وحسدا ومرضا وما نشعارف عن هكذا تجي انت علي جلبش انت تشوه الناس هكذاك بالكذب وبتبلعيه فانا نعرفوكم نعرفو التحركات انتاعكم ونعرفو الخلفية انتاعكم ونعرفوش راكم تحوسو كينغلي ما صحك لوش برك مهم الاخ اللي ترمز الاسم انتاعك بالناجيب هني قلت لك هني كنت مش يذك كل دقيقة نعود ان نرجع لنفس الموضوع اراني قلت الناس اللي هما يدخلوهما اللي موجودهم في الصفحة انتاعي ومسجلين بالاسماء والالقاب التحكم الحقيقية مع وضع صورة في البروفيل على جلبش نعرفوه باللي رمين تحدث مع شخص مشي مع شبح هذيك الاسماء واحد دير اللي يفوتون انتاع العربي بن مهيدي واحد انتاع جدا وواحد انتاع واسموه هذيك غمك الله ظلت كسر في راسك معاي وعليكم السلام للأخت امينة فهمت اذن الاخو والاخوات نحاول هو انه نمد الوجه انتاع النظرتاي فيما يتعلق باللجنة هذين تاع الحوار داخل هذي الحرك لا ربما في اخوتي تبنوا هذي الفكرة انا نقترح هذا تسمى اقتراح موشي الزام كيفاش انا نشوف في اللجنة هذين تاع الحوار تعرفوا باللي درك راح فيه صعوبة تاع التأطير فيه صعوبة تاع التنظيم انا اقترح هو انه قل مثلا في الولايات هذو الناس اللي راح مدرك هما ينشطوا في الولايات ما لازمش تخليوا اهلا يا عواز ما لازمش تخليوا انتوما قال فيه امعيناهما انه يسيطروا المجره هذا تاع الحرك ما لازمش تخليهم ما لازمش تحصروا المسألة قال مثلا في العاصمة تحصرها في او في سحة شهداء لانه كان الناس ذرك هما سواء كان جهات من ورائهم هي اللي راح تتوسي فيهم بالتالي هما حابين يتحكموا في هذا الحرك واما راهم قال مثلا من الضمين ارواحهم هما راهم مجموعات ولا من الضمين ارواحهم على جلبش هما يفرضوا المنطق متحم في الحرك والامر سواء تعلق بالداخل ولا الناس اللي راهم في الخارج ونفس الشي على رقم تشوف انتم وفي نفس الاشخاص انا اقترح اقترح هو انه تكون هناك لجان مجموعات فيها مختلف توجهات قال مثلا واحد من توجه هلماني واحد من توجه اسلامي واحد من توجه وطني كين شباب راكم تعرفوا بعضكم البعض قال مثلا طلبة جامعيين او قال مثلا اساتذة او قال اساتذة جامعيين او قال ناس ناشطين قال مثلا في العاصمة ما لازمش انتا الحركة ليكون في الاقرام بوست تفتحوا مجال انتا نقاشات رانا يتحدثنا عليه لما بدأ الحرك تكون فيه عدة منابر قال مثلا منبر في الاقرام بوست منبر في سحة شهداء منبر قال مثلا في السحنتاء او دا هذيك منبر قال ما علي بليش انا في شارع مهم تحاسي باب البوعلي منبر قال في بوزريعة منبر في البيار منبر في باب الود وانا مذبية هذا اقتراح مذبية ونطلب من الناس الشرفاء اللي راي تهمهم البلاد والناس اللي حاوسوا على الخير تاعة البلاد ما لازمش يتخليوا هذا الامر يروح للتصعيد لانه اذا تفجرت البلاد راي الناس كل تغرق نطلب من الشرفاء ومن الاخيار في هذا الدول الجزائري هو انه تسهلوا هذا الامر يا سيدي خيرها البلدية ترى عندها الامكانيات عندها ميكروفونات وعندها الاسمه هذيك ديروا ديروا قال مثلا اماكن وين انه تتنقش فيها الناس والحمدلله راهما عنا ناجرنا لدينا الإعلامييين كاي الناس اللي راهما هذوه مثلا يقرأوا الإعلام ومممز خدمين في هذا الإعلام وكاي الناس معارفين بالنشاطات التي احم في دور الشباب معارفين بالنشاطات انتاحن في دور الشباب معرفين بالنشاطات تحن في الجمعيات في المصرح من ناس مثقفين من ناس اللي رحم عندهم جمعيات أو قال حتى يكون فيه تبادل قال مثلا كل مرة تجي جمعية من الجمعيات هي اللي تنظم هذا كل الحوار تعطى الكلمة للمثقفين تعطى الكلمة للأدباء تعطى الكلمة للشعاراء تعطى الكلمة للسياسيين واش أليه قال مثلا ذكرهم كأننا سياسيين يجي رئيس حزب سياسية والله واحد مو عنده حتى انتماء سياسي تعطى له الكلمة تتفق الناس قال مثلا حول التوقيت وحتى يكونوا فيه دي ظافيش قال رأى هو رئيس الحزب الفلاني والله الناشط السياسي الفلاني رأى هو رأى هي يلقي كلمة قال مثلا غضوة في القرانبوس والله قال في البيار والله في الوسمو ويكون هذا الحوار يكون على المستوى الوطني داخل هذا الحراك بالإضافة إلى أشياء واحدة أخرى كنا تحدثنا عليها في وقت سابق حان الوقت هو أنه الناس تزيد تعاون ترجع إليها قال مثلا قضية تحت تشجير لسيا ما ضك في الوقت هذا تعالربيع قضية تحت تنظيف قضية تحت تزيين قضية تحت تعاون تحت ضامن تحت زيارة المرضى على جلباش ما تحصروش المسألة فقط غير في القضية هذه متاع ترديد الأهزيج والناس تروح في هذاك التصعيد كاين بعض من الناس اللي هما ما عندهم العقل ولا قادرين يدخلوا لبلاد يدخلوها في حيث أنا عارف بلي الكلام هذا يضرهم لكن هذا هو الصح هذا الصح ما يديروش عارف بلي الكلام هذا ما يضرهم لأنه هذوك الناس ما عندهم لا أفكار ولا عندهم مشاريع ولا يعرفوا التغيير ولا يفاهمين النظام وكاين منهم اللي رح يضر فيها حبا تعموها الويزات والله ويجي ويعيط ويدز هكذا وربما هو أنه يفجروا البلات ذرك كاين الناس اللي يراهم ذرك هما عندهم مشاريع سواء حزاب سياسية أو جمعيات ولا كذا هذوك الناس قال مثلا يجيوهما في إطار في إطار بحيث هو أنه ما لازمهم شو ما يدومينيوا على الحرك قال يجيو يحكموا لكما مثلا ما كان معين هكذا والله ويفرضوا المنطق انتاعهم يجيوهما قال مثلا يطرحوا المبادرة انتاعهم قال مثلا مجموعة من الأحزاب والله قال مثلا جمعيات أو شخصيات يجيوهما يطرحوا المبادرات قال هاي المبادرة انتاعنا احنا اللي نطرحها وهذا اللي جان هذو اللي جان هذو شوفوا طرح هذا الأخ هذا سعيداني هاي والأخ سعيداني وراك أخ سعيداني هاي تجيو تدخلوا هكذاك بركار تشوو شو بركار ما كم انتوه يحيوارو ما كم انتوه هاك تشوف يجيوهما فقط على جل باش يشو شو هذا مكان مهم الاخوة ماذا نعود نرجع للموضوع اذن ذرك يجيوهذا الناس الحرك هذا هو انتع الناس كل حرك شعبي بالتالي ما كان حتى واحد يقدر يقصي واحد في الحرك اللهم إلا إذا كان هذا الشخص قال مثلا راه هو يعتدي على الحرومات أو يعتدي على الأملك انتع الناس أو قال هذا راه هو قال مثلا هو يجي يسرق أو يجي هو قال مثلا يبتز ناس أو يجي من أجل أجل بشي يثير بالبلاء أو قال مثلا يثير أشياء هكذا داخل الحرك هذا راه كان القوة تالأمن أيضا هي تكون مرافقة لهذا الحرك على جل باش يتحرصه باش ما تخليش يتفجر وتكون الناس راه تشتغل في هذا الإطار هذا انتع الحوار يكون حوار وطني داخل هذا الحرك قبل ما تروح الناس للانتخابات الشرائية قبل ما الناس تروح للحكومة المؤقتة وقبل ما الناس تروح للتغيير تعال النظام تغيير وشي هو تغيير انترك إذا كان ذرك هذا الناس وما يهدروا على التغيير وهو ما برواحة ما مش يتحاوروا مع بعضهم وش من تغيير تحكي إليه إذا كان الناس وما راه مذرك داخل الحرك ويقصيوا في بعضهم يصير كل إنسان يطرح فكرة قال الفكرة اللي تخدم مش الفكرة اللي هي تفزد قالي هو قال يتهم بالخيانة ويتهم بأمر واحد أخرى إذا كان الناس هذو ما مش متفاهمين مع بعضهم كيفش نترك راح تغيير النظام بش تغيير النظام لازم تكون هناك وحدة وحدة المطالب وحدة الأهداف وتكون فعلا هناك حرك شعبي موحد حول راية واحدة والناس اللي هم يقودوا هذا الحرك يكونوا في المستوى انتع هذا الحرك وفي المستوى التطلعات انتع الشعب تمشي الناس واحدة وحدة أنا من رأيي هو أنه في هذا الحرك تعطي تعطى الفرصة داخل هذا الحرك تكون حرك ثقافي حرك ثقافي بحيث هو أنه قال الناس تستعمل الأزياء هذه التقليدية قال مثلا الموسيقى يا لبالي باللي كيهن الكلام هذا وكي نقوله كيهن الناس بيأجيبهم ولكن أنا هذا هو الحرك اللي نشوفه قال مثلا مثلا الموسيقى قال كن حرك حرك فعلا حرك سياسي ثقافي أدبي سياحة فرصة قال الجزائريين هم يسوقوا السياحة انتعهم للبلدان فهمت إلى غير ذلك وناس كما قلت أنا دير مقترحات هذ الناس اللي رحمهم مثلا عندهم هما مبادرات كي الناس اللي رحم فقط عبارة عن كما نقوله أهلا ناسخة كشغل فوتوكوبي هذلك مبادرة يموضيف فيها هكذا كشما كلمات والله أو يدعيها عندنا هي متبعة لواحد كلام أننا سنوات نردوا فيها يجي هو يقول لك هاني درست مبادرة وراها السرية واني ما أعطيتها لحتى الواعد هي الريح في الريح لما يكون الحراك الشعبي هذا الحراك الشعب رأي هو ينقي ينقي في رحو لكن لما تعطى الفرصة للمثقفين تعطى الفرصة للمثقفين للأداباء للمفكرين للعلماء للدعاة من بعد هذوك الهيشر هذوك هذوك اللي رحم ذرك هما أصحاب الرؤوس المغلقة هذوك هذوك من بعد يقوا روحهم مما براه لماذا؟ لأنه انترك رفعت المستوى رفعت المستوى صارت الناس تنقش في الأفكار صارت الناس تنقش في المشاريع بدل من هو أنه الناس تردد ما يتلى عليها يجمع هكذا إنسان كلوشار ولا إنسان فويو يدلك هكذا شعر والناس يتبع فيه كي يكيل غنم ناس يكونوهما بقلما يتحركوا هذا النخب هذو يتحركوا هذو المثقفين يتحركوا هذه الإطارات تتحرك هذه الكفاءات تتحرك في الداخل وفي الخارج من بعد الشاب يتحرك يتحرك فعلا على المستوى الوطني وفيما بعد ذرك من خلال التنسيق لما ذرك هذه المقترحات هذه تظهر على المستوى الوطني يبدو هما يخرجوا لك قال شخصيات فهمت شوفوا ترى هذا الأخ هذا الجيلالي هذا هاي هو الأخ الجيلالي شغل الميكروفون تاك شغل الميكروفون تاكس وين ركال الأخ الجيلالي مهم يدخلوا فقط هكذاك مهم نكمل المداخل نتعلم من بعد نفتح المجال للإخوة خطر كان بعض من الناس تدرك الان راهما صاروا يشوشوا فقط هكذا يدخلوا على جلبة شوية يقطع لك النقاش باش ما تكملش الفكرة متعك مع حسن الظن بنا بالناس اللي راه مدركهم ما في أنهم حابين هي يناقشوا يحابين هما يحاوروا ولكن كان منهم اللي ربما ما يعرفش والله وكان اللي يعتقدوا هو أنه لما يدخل هو فقط على جلب باش يشتغل باش يشوف مع أنه أنا راني نتكلم عن المباشرة والناس راه تسمع وتشوف كان الناس لي ما زال الله غالب ما زال ما راه معايشين في عالم إذن قلت الإخوة والأخوات معذرة مرة لمره كيف يحصل الانقطاع قلت هناك تعطى الفرصة لهذا الكوادر هذه الإطارات هذه المثقفين هذه الإعلاميين هذه الأدباء يبدأوا ذرك هذا الناس المثقفين يبدأوا هما يهبطوا حتى الشخصيات الوطنية لو كان ذرك غضوة مثلا يكون فيه حوار راقي وتولي الناس ناقش في الأفكار غضوة بعض شخصيات اللي انترك تشوفيها مذرك هما راهم حاكم من ديور تعم من بعد هما يتحركوا قادرين هما يهبطوا الشعب قادرين يتحاوروا مع شعب هما يخافوا 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 لأنه كين جماعة ناس ممش المستوى ناس الدنيين أخلاقيا يقول أنت تعبط ثم يحقروه ولا يضربوه ولا وسمو الناس هما ميحبوش ميحبوش هما ناس خاطيهم يقول لك أنه كان غدوة تلقى أنت الناس مفكيرين ونصرهم يناقشوا في مشاريع ونصر يناقشوا في أذكار وناس حوار نروح أنا وعلى شلال أنا ماذا بيانجر بشنا نروح نشارك والله حتى إذا كان هو ما يشارك يزكي يزكي ناس لكن لما يروح هو يستقبلوه ناس وحد دير فيها رفع شم وحد دير فيها قار و بارم فيها قار وحد هز فيها سيف وحد كذا ما ما ميجيوش وذر الكائيني الناس اللي هما يخدموا بهم سواء هذه الأجهزة الأمنية الاستئصالية يخدموا بعض الناس اللي هما مسبوقين قضائيا وحاكمينهم في قضايا أخلاقية وفي قضايا مختلفة يخدموا بهم يبعثوهم ويحطوهم هكذا في أماكن هكذا من أجل منع الناس لأنه هما يصيروا يخوفوا في الناس يصيروا يمنعوا في الناس وإلا ستحرك فيهم جهات نفس الشي ما تقدر هي تخرج ولي هي تستعمل في هذا الناس وهما في كل الحالتين هذو رهم مستعملين لذلك على جل باش انتم هذ الناس تسحبو لهم المبادرة ما لازم ش قلمة راه دير واحد قلمة ميكرو انت رح جيث مقعد رح انت دير ميكرو من هي حرك تأشاب مش تعبابك راه وضرك هو حاب يفرض عليك الامر رح المكان واحد اخر كين ترى هو دير مربع رح دير انت مربع واحد اخر هذا مكان قال المربع هما رهم دير اختلاف في الرايات ولا انت رح دير مربع قال الراية واحدة بتاع البلاد وجيب انسايا قال هما رهم حاطين واحد حط له واحد عالم حط له واحد ثم ومع الوقت تبدأ الناس تشوف تشوف البديل يقول لك اخو هذو الناس مثلا قال واحد يحب يشكر هو ثم غدوة قال مثلا في البيار مثال قال مثلا غدوة في البيار تلقى تجمعات ما شاء الله الناس على مستوى من الوعي ومن الثقافة ومن الادب ومن التنظيم ومن كذا من بعد الناس يتبع كي تلقى ذرك مثلا غدوة بالاضافة الى استعمال هذا المواقع ما لازم تخليهم هذا الناس اللي رام ينشر في الرداء اللي رام ينشر في الدياثة هذا الناس اللي رام ينشر في الفساد الاخلاقي هذا الناس اللي رام يضرب في الاسر ورام يضرب في المجتمع قاطعوهم المشاركة معاهم مركم انتو ما تخدمو فيهم وفي المقابل الناس اللي رام مذورك رام هما يخدمو في البلاد تختلف معاهم من حقك المهم رام عندهم افكار وعندهم مشاريع انت ركز على الافكار وركز على المشاريك ما تركز انت على الشخص والله على الشكل انت ركز على المحتوى اذا كان هو يقدم في خدمة البلاد وهكذا هذه العملة فهمت العملة هذه الصحيحة العملة النظيفة هي تطرد في هذه العملة الخاسرة هذه وهكذا نسحبو البيصات من تحت هذا الناس اللي هما اراهم يأيقوا في الشعب من عملية تغيير وراهم متحنفين مع النظام ورغم انه منهم اللي يراه يزعم باللي يراه ضد النظام وراه ضد السلطة وراه يحوس على التغيير تعال النظام بل حتى يسقط انتعوا لكن هو مجرد مرتزق مجرد عميل مجرد كلوشار رام يستخدموا فيه لمنع الشعب من التلاحم مع شخصيات سياسية وثقافية وادبية واعلامية وكذا لذلك الاخوة والاخوات انا اتوجه من خلال هذه المداخلة ومن خلال هذا المنبر لكل الدعاة لكل السياسيين لكل الاعلاميين وكل النشاطاء في الولايات هو انه تتحركوا وتفتحوا المجال لتعال الحوار كما اتوجه لنس هذو اللي رام في السلطة في مختلف الفرو انتحد هو انكم تساعدوا لان كنتم لما ينجح هذا الحراك ينجح هذا الحراك وتعطى هذه الكلمة للمثقفين والأدابا وكذا انتم راكم تخدموا في الجزائر راكم تقدموا لها في خدمة ولما تحرص انتم هذا الحراك من هذه الكلوشار التي تحرك يلا لح جد في الحبس رح ثم حط له الشعير والقرط خلي عليه هذه خطر هذو ما حبش يحشمو والناس هذو اللي راكم المحامين نفس الشي هذو اللي راكم يستغلوا في هذا القضايا حقوق الانسان اللي حبين هما يجعلون من روي بذات من الناس مسبوقين قضائين حبين يقلبوهم ان ديستاتيو على جلب الناس تولي تعبدهم هذ جدو كيف كيف هذا المحامي هذا هذا موش محامي هذا فهمت خليوا الناس اللي راهم ذرك هما عندهم مشاريع وعندهم أفكار هما اللي يبرز عونوهم وهذو يلا حطهم على الأكوتي أزلوهم أزلوهم شعبي تعطنهم مش فرصة يجي ياهدر قالوا روح ما تاجر ليش أنا لا بحقوق الانسان ما عندهم حتى علقة بحقوق الانسان هنا نشوف فيهم عائلات مساكن قاتلهم الفقر قاتلهم العوز قاتلهم الظلم قاتلتهم الحقرة وهما يروح يجيب لك إنسان كلوشار يجيك قاعد أنت حبوب يجي يقلب لك منه يقلب لك أيقون في الحرك هذو هما اللي يخدموا مع النظام النظام تخدموا هذه الأشكال مثل ما كانوا يديروا في الانتخابات الرئاسية كانوا يجيبوا في ناس هكذا واحد فهم هطايح واحد وجههم بلافري واحد نفس الشيء الآن هما رام محبين يقول لكم باللي هاهم هذو هما الناس معا من تتحاور تتحاور معا كلوشار إذن عليكم الجماعة اللي يراكم في السلطة إذا كانوا راكم تحوسوا الخير للبلاد خليوا خليوا المجال افتحوا المجال افتحوا المجال والناس اللي رام يحوسوا هما التغيير نفس الشيء هو أنه ركزوا على الوطن كامل في كل مجالات المثقفين الشعاراء الفنانين الممثلين كلكم هو أنه قال مجموعات 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 وتكون فيه حوارات حوارات خاصة نظرك حنا رانا رانا دخلنا ديجا بدنا ندخلو ذكا في الربيع والناس راه جاي ذكرا راه جاي الصيف وكذا هو أنه تكون فيه ساحات ساحات حنا بعض الجلاسات كملوا فيها كملوا فيها مثلا لقاءات مجموعة من المثقفين تناقشوا موضوع معين وتناقش عليه الناس مثلا تكون فيه لجنة يكون فيها توقيت مثلا مثلا الموضوع مثلا الإلمانية حاول موضوع اليوم رأنت لإلمانية تناقش عليه الناس قال غدوة قال موضوع تعada الدولة الإسلامية تتناقش قال دولة الحق والقانون قال تنقش عليها الناس تجيب انت مجموعة من المحامين مرات مجموعة من المثقفين مرات تنقش موضوع رياضي تجيب انت مجموعة من الرياضيين لا سيما من هذوك اللي عندهم صمعة و الناس اللي من اللاعبين ورعا المشكلة هو انه تكون فيه نقاشات نقاشات ويكون هذا الحرك حرك متنوع مش انت عارات انت ناس ما علي بديش انه يجي انه باعجة يفرغ لي المنطق انت عمو مدي البلاد مدي هالا المحرقة حراك يكون متنوع حراك ثقافي حراك فني حراك ادبي حراك رياضي حراك سياسي يجيب انت ناس مثلا شخصيات سياسية كان الناس اللي تمتها مش انتهم كذا جي قال مثلا نظرك مثلا وذيرت مؤخرا هذا القضية انتع مثلا انتع هاذو النواب وشهريا انت احم وكذا غدوا انت تجيب مجموعة من النواب ولكن تكون الناس تسمع تسمعوا ويجيوا الناس يقدموا شروحات وقالوا رحا كاينة منابر والناس تتكلم الدولة رح تحرص تحرص في هذاك الحراك من الاختراقات وتحرص ايضا هذوك الناس اللي راح انتظرك هما اللي يجي يتحرك يلا هزو ديرو في الفرقونة ويلا وطلع جدو ربيه ربيه كاينة الناس اللي هما هكذا لازم يتربع بس حما تخليوش انتهم الفرصة لهاذ الناس اللي راح انتظركوا من بعد يبدأ التنسيق ويبدأ التنظيم من غير ذلك ما تقدرش انت تنظم انتظرك رحم كاينين مجموعات منظمين رواحهم رحم هما حابين يفرضوا منطق انتهم يلعبوا عليهم كاينة الناس اللي هما راهم هما مظلومين محقورين ولكن ما مش عارفين يجيبوا الحق امتاعهم يجي هما يستغل ربما ذرك هات ذرك قال مثلا انا ذوك نجيس له على حاجة يطحي اليك انت يسبك ولا قادر حتى يقتلك لماذا لانك انت رك تجيسه لكن انا ما رانيش انجيس فيه هو من على جل باش نجيسه راني انت حتي على قضية وطنية تا لما تكون انت تحوس على مصلحة البلاد شوف شوف المصلحة البلاد يا هل تارى من مصلحة البلاد هو انك تخلي انت نفس الوجوع هذي اللي راها ممقوطة شعبيا لكنها مستعملة مستعملة هذا الحراك على جل باشية تفرض في المنطقة انتاحها وفي الوسم انتاحها احنا حابين انغيروا هذا النظام تغير النظام تجيب انتان نظام واحد اخر الاخ موراد قلت لي هذي الفكرات طوريحات من قبله وفجلت اراني تكلمت الاخ واسمه موراد الى كما بلك لربما ما نحكتش بالمداخل انت اراني تحدث بطبيعة الحال هو انك تكون انت القنوات الفضائية ثم واش راني نحكي والتاني يكون فيه تعاون تعاون بمعنى انه غدوة انت التلفاز الرسمية الجهية تغطي في الاحداث مهمتا مش انت واحد يجي وجماعة وم بعد جماعة يقولك يلا ديقاش 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 وم بعد ما مرح تتحور انت يا تاي لازم اول شي هو انه هذي الناس اللي رحمدوكوما داخل الحراك اخونا من مشيش معاك تساني ولا من مشيش معاك ترك دق دير راي كنا ثاني دير راي حكت من مشيش معاك تا هذي الناس اللي رحمدوك داخل الحراك لسيما من الناس اللي عندهم مشاريع وعندهم افكار وعندهم اطروحات وعندهم مبادارات ينظموا ارواحهم في شكل تجمعات ومن بعد هما ميكونوش ناس انت اقصاء احنا هذو الناس هذو ذوك اللي ذوك مثلا انا انت حتى اليهم ومرات حتى بغضب مشي تتحثي اليهم على جلبه اشتقصيهم فرق بين الاقصاء وبين العزل تراه وذرك هذا هكتشوف فيها مرات على بالي كاراني يقول مرات كلام يكون جرح ولكن حقيقة مرات انت تلقى تلقى معزة سوق في قاطع انتها غنم مديتهم رايحة مرات نقولوها احنا بالتعبير انت احب انت اعطماطم تخمج كاجو راني نقولوها بان نفس الشي في الحركة هذا حركة راه فيه ناس مثقافين فيه ناس متخلقين فيه ناس عائلة التعائلات فيه ناس مفكيرين فيه ناس كذا ايجيك انت واحد انت ومديك البلد مديها للحيط يا اخويا نعزلك نعزلك هكذا شعبيا واذا كان ما حبيش التربى غدوة هذا الوسموه اخويا احنا هذون توعي الشرطة توعي درك خاوتنا فهمت انت توعي الجيش هذو خاوتنا هذو ابناء شعبنا راهم من عائلاتنا من دمنا من لحمنا كين منهم اللي راهم ناس مجريمين كين ناس اللي راهم دركهم منهم ناس فزدين كين منهم ناس معتدين ولكن يا هل طارنت اعطيت الناس هذو اهل الاصلاح والله هذو الناس اللي راهم هما يحوسوا الى الخير البلد اعطيت لهم انت الفرصة على جلبة شوما يخدموا مكش تعطي لهم الفرصة تاذرك لما تصير انت تتمارس في الاقصاء تمارس فيه تتمارس في التهميش وانت تنتقد فيه تتحقر وتنتقد في الحقرة تظلم وتنتقد في الظلم وارك ريح يا صاحبي خلي خلي هذو الفرصة ذو قال هذو الحرك جد فرصة اولا يفتح يفتح حوار حوار تتحاور الناس مع بعضها تتحاور الناس مع بعضها والناس قال مثلا هذو اللي جان هذو كنوا على المستوى الوطني قبل ما يبدأوا ما في العملية تعاوسموه لات اخوي انت رايح للتخوين واخمورة دعليها صاحبي يا سيدي حسن الظن بالناس لا تروح انت للتخوين خلي يا سيدي حنران اذو كران الناقش وبركرها مجرد اقتراحات هو انه الناس درك لما يكون فيه قلت لك انا حوار ويجيوا ناس مثقفين ودباء ويتحركوا يا اخوي اشوف نقول لك اسمع انا على بانك باللي يقول لك انا مانيش من نوع هذك اللي يحبي يردد والله واسموه تقدر ذرك فهمت؟ ذرك قال مثلا نعطيك كمثال مثلا الولايات انت على البرج والله في ولايات من ولايات الشرق والله حتى في الوسط وعلا بالضرورة انت تخرج انت للشارع والله يقادر غدوة تخرج الناس انت كي تقنع انت الناس تقنعهم ويكون الناس هم مقتنعين بالافكار بالمشاريع تخرج الناس انت غدوة قال مثلا في منطقة راها كين بعض المناطق راها كل جنة فهمت؟ تخرج انت مثلا في شكل كما احنا نقولو في المنطقة انت احنا وفي الشرق نقولو ربيع تخرج انت مثلا في مناطق بالالاف في ساحات مش في الشارع في ساحات تخرج انت ناس قال مثلا راها هزة وكتب مثلا كل واحد هزه كتاب يقرأ وقال مثلا تكون فيه فرقة موسيقية على بل يبلي الكلام هذا يوجع الناس لكن انت تعطي صورة واحد اخرى قال شوف ترا هذا الشعب شعب مثقف شعب راها ينقش في الافكار وقال مثلا غدوة تكون مثلا فيه مسابقات فكرية وكذا تذرك لما تلحق للتنظيم ترك تحوز تقترح في بديل انت ذوك لما تلحق انت للتنظيم بحيث هو انه راك انت لحقت لهذاك المستوى من التنظيم باش انت تفرض روحك الى النظام تفرض عليه وهذا الناس اللي راهم داخل النظام تصنع انت رأي عندهم تذرك هذا اللي راهم ذوكه ما في السلطة ولا راهم في النظام راهم يشوفوا في ناس يعرفوهم اكثر مما تعرفوهم انت يعرفوهم باللي ناس تعموها الوسات ويعرفوهم باللي ناس دا احبوب وانتا احبارش كما قالوا اشخاوثنا تونسا تعرفوهم ناس مسبوقين قاضائيا كل واحد كيفها تخلب قضية والجنت تحطول انت ايقونا في الحراك تا هذ الناس اللي راهم في السلطة رايحين هما يقتنعوا علاجة باش يمشيوا معك مين يمشيوش هذ الناس اللي راهم لكم علمانيين وهذي راهم من سنوات احنا نحكيو فيها لما يشوفوا لكم اناس مثلا كانوا في الجماعات مسلحة وشوفوا لكم اناس في الحراك ودون نقاش دون اعترف اخطاء دون كذا راهم ايثيقوا فيك مين يثيقوش فيك في المقابل هذوك الناس اللي راهم ذوك الانيين وعلا الناس اللي راهم عندهم هما توجه وطني ورهم ذوك هما حبين خير البلاد لما يشوف لكم مثلا هذو الجماع انت الفيمي מ�يتيت هذوك وشوف لك الجماعة هذوك اللي راهم ذوك هذو الشعار هذوك انت قانون الاسر الله كوبان راهم يثيقو فيك مين يثيقوش فيك بالتالي إذن أنت لازمك تخلق فضاءات هذه الفضاءات تقدر تخلقها أنت من خلال النقاش ومن خلال الحوار اللي فيما بعد أنت تستعيد الثقة تستعيد هذا التواصل يحدث التواصل بين الناس هذول اللي رحم دورك هما مأمنين بالمخرج الحقيقي وبالمخرج الحقيقي من الأزمة وداركين هذه التدائية انتاعها على الأسرة وعلى المجتمع وفاهمين الأزمة فاهمين الأبعاد انتاعها فاهمين هذه التحرشات اللي رحم موجودة سواء على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي ولا على المستوى الإقليمي فاهمين هذه السرعات اللي رحم موجودة لما تشوف أنت الناس تلقى ناس في المستوى تناقش يكون فيه ترحيب تكون فيه أخوة تكون فيه كذا وشعب كينين شعب قادرين لما تعطاله الفرصة يبدع هو في هذه المسائل هذه صير انت الناس في تبادل زيارات في تبادل انت معارف في تبادل انت تجارب في تبادل انت افكار تتنقش الناس باخوة من اجل الى جل باش الناس تتلحم مع بعضها فيما بعد انت ابقى بكل الناس اللي هما ذرك قال ذرك مثلا اراهم هما معولين على هذي انت الاهزيج وانت العياط هذي انت اللي رك تشوف فيها انت والقبيل والقبيط وتع المحارق وتعصطادات هذو يا اخوة كمل كمل على راك انا ما نمشيش معك انا نمشي في جو واحد اخر هادئ تعال الناس رات نقش في افكار رات نس نقش في مشاريع الناس رات تحكي تحكي مثلا على دولة القانون تحكي مثلا الاقتصاد وتحكي للسياحة وتحكي للصناعة وتحكي للسياسة وتحكي للطربية وتحكي للصحة وتحكي للرياضة وتتناقش هكذاك من خلال النقاش على جلب باش الناس تبني الجزائر هذي الجديدة اللي راني نحلموا معها اما باش نروح انا انسان هو راسه مسكر ما هوش فهم فيها وش رح يدير ونجي انا نتبعوه ما نتبعكش انا هذي اللي جنات على الحوار اللي انا نقصدها دورك ربما اقترحت هكذا بعض الاشخاص لانه الوضع الوضع راه هو يزيد التدهور راه يزيد التصعيد قلتنا لربما هكذا يعني لو كان يكون قبول هكذا كان بعض الشخصية ذا اللي قادرين هما يلعبه دور بحيث هو انه قال مثلا ربما هذا الشي اللي كنت نقول فيها انا لا ربما لا ربما يتأجل لا ربما الوضع مش ملائم بل اكلا عود يجي في وضع واحد اخر لما تستقر الامور ولا ربما يكون بعد ما تدخل الناس في مرحلة واحد اخرى لا ربما هذا يبقى يبقى كما نقولو الامر مفتوح قادر ذو مثلا مجموعة هذو اللي راهم ينشطوا يتحركوا يكونوا هذو شخصيات يكونوا عندهم قبول ناس معروفين بالنغال تاحهم معروفين بالمبادئ تاحهم وناس ما يبيعوش ويشريو وناس ما عندهمش طموحات شخصية قالوا ذركوا هما يتصلوا بالناشطين في الحراك يتصلوا بالمعارضين يتصلوا بالاحزاب ويتصلوا بالسلطة من اجل ايجاد مخرج ويكونوا مسنودين من الحراك ومسنودين من وسائل الاعلام المختلفة اما هو انك تبقى تمشي في هذا الخط هذا المستفيد هما هذي الجمعان اللي راهم في السلطة وهذا الناس كين منهم اللي يتم استعمالهم كما استعمل زوابري واستعمل زيتوني واستعمل ناس اخرين وتتم التصفية انتاهم في الوقت المناسب قاني قلتها لك واسجلها عليها او الكلام تعيه مسجل ومثق ويجي النهار وتعود ترجع اليه وتشوف الامور تشوفها بعينيك تعيني الناس تتم التصفية انتاهم فهمت ورام خليني عليه ينفخوا فيه ينفخوا فيه ينفخوا فيه حتى ان يقولي يحس يروحوا باللي هو يا رب يغفر لي يقولي يحس يروحوا جبريل ومن بعد يديروا له خشبة في نحشن بلك الارب ما رام كان انه عائلة رام يتبعوا فيها ومن بعد يلا وراء كامل دين فخار هذا وراء محمد تملت وناس اخرين وراء معطبل والناس وراء مناس اخرين نظام هذا قاصة الجهاز تعمل مخابرات قاصة الجهاز تعمل مخابرات رامع لابلهم برواحة مش راميتين تأكد باللي لو كان يكون واحد فعلا يشكل خطر على الدولة والله العظيم شوفوا نقولك ما تسمع بالريحة تعمل كاين ناس رام يخدموا بهم كاين بعض المغفانين اللي هما رام يعتقدوا باللي رام معارضين ورام كذا لكن هما رام يقدموا في الخدمات الجليلة وراهم كاين بعض الشخصيات رام موجودين في الجزائر ذون الذكر الاسم انتهم الناس تشوفهم باللي رام من أشد المعارضين لكن هما رام في خدمة الجهاز يخدموا بهم ورا ما استطاعوا هو انه يفشلوا عدة مشاريع لذلك هنا اذا كان الناس حب تغيير هذا هو اذا كان الناس تحوس على حاجة واحد اخرى الله يساعد المهم انه نفتح المجال اسبر تشوف وعليكم السلام الاخ اخ المبرك انا فتحت المجال الاخوة اذا كان فيه اخوة مننا صفحان تعي تحبوا تشاركوا في هذا النقاش لا ربما منكم من يحب ليشارك اصبر تشوف ان اعود اندلكم الرابط مباشر يجب انه يوجد العربة تحوة البردشة ننسى اوالك انه مكان اخوة اذا يحبوا شاركوا ومرحبا بكم هذا الجلالي هاي وعمل الجلالي ها صبرني اصبر صبرني ندير ها صبرتشوف تشوف الثقة يا الله السلام عليكم ايو هني اسمع فيك تفضل مرحبا بك الاخونا الجلال الله يبارك فيه السلام عليكم وعليكم السلام مني رك تكلم فينا الاخ جلالي ملواد ايه ما شاء الله اخونا الله يسلمك كاشكوكاو ملواد ولا ولا كاكلش ايا ايا لباس وشراك الله يرحمد للناح الله يسلمك الله يسلمك والله بالنسبة لوجهة الحوال الصوت يعني نسمع فيك نسمع فيك ايه ايه اوه يتكرر يتكرر ايه اه ممكن بلك لعودرك فتح الصفحة فتح الصفحة نتاع الفيسبوك ما تفتحش صفحة واحدة اخرى سمعني مباشرة برك من الغرفة هذي من راني نتكلم فيك سما ما تفتحش الصفحة ما لازمش تكون فتح صفحة واحدة اخرى صفحة واحدة برك سما فيك من بدك ما تفتح صفحة واحدة اخرى تجيلالي خليك غير مع الغرفة هذي برك ها للأسف خرج الأخ جلالي المهم بقبلك لا عاودي عاودي لا عاودي عاودي أرجع يا أبا عواس على روح كنت يجيتها خفزة جاي في كيباك وقاعد قاعد شيخة للناس في عين يقوت قولها عاودي أعاودي عاودي 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 أرجع أخونا جي لألي المهم أتمنى هو أن نرى أفدنكم بهذا النقاش فيما يتعلق بالليجنة عن الحوار أنا مذبية مزلني مقتنع بهذا القضية كي نسمى صواء بهذا الطريق التي قلت لكم أنا هو أنه يبرزو طاقات ربما تأخذ شوية هكذا ووقت هكذا أو الناس اللي راه موجدين من الناس اللي وما راه مقال موثن كانوا مناضيلين مشهود لهم بالنزاهة ومشهود لهم بال يعني بالنظافة تعال تعالعرض وانتعالجسد وخذا ومعروفين بالمبادئ انتحم بالموقف انتحم الناس تتق فيهم يكونوا هما على رأس كما نقوله لجنانتها حوار ويكونوا ممش الناس اللي يقصيوه يكونوش ناس يعني يستعملوا الاقصاء هذك والتهمش وتتعاونوا من الناس مع بعضها مسنودين مسنودين من طرف الشعب من اجل تحقيق المبتغى اللي هو هذي التغيير المنشود هذا اما هو انك تخلي انتهى الناس هذو اللي راه مهما هذو راه مضوك هما صاروا عائق من العواق تعتغيير بدل من انه هما ذرك يجب دور واحهم خلوا ذرك هذه الاطارات وهذه الكفاءات كي الناس اللي هما راه مستعملوا في هذه المسائل من اجل علاج البشهما خدمة اشخاصهم او خدمة الفئة هذه اللي راه مدركم من من تعمل لها على حساب الشعب يا اخو يا خلي خلي ناس اخرى حساب الشعب او خدمة ايسا او خدمة ايسا رب يكون معك شا الله رب يكون معك بو اي راني طولت على بلك وكن طول لك على بلك يعني هذه الأيامات ترني فرصي تروحي أربي يستر برك يعني ديجي عندي وحد بيانسور هذا أمر مفرغ منه الأخي عيسى أمر من المسلمات التغيير هذا لا يأتي هكذا دفعة واحدة وإنما لازم له ثقافة أخلاق ستربية cuffى للتنظيم لازم له استراتيجية حراسة علي centre ميزام ت уров露اء حيوار ها ماشي اغل هكذا كبرك وش نربوزي عواس ها تسمى تقصد ان طفي ولا ها وسهل سهل الحال ها نستنى وبرك ترى الاخ هذا جلالي هذا هو جديد هذا جديد يعني بالنسبة لي نحنا بلك لعل الله كش ما يفيدنا ممتن بلك لعل الله كش ما يفيدنا اخونا هذا جلالي تعواد سوف ايه لازم لازم مع عيسى بلا رجال ما تقدر تدير والو كاين بعض من الناس لما احنا نتكلموا بعض الكلام يومي يحوروه يحوروه يقولك باللي انترك تنتقد في الشعب مانيش ننتقد في الشعب انا انا راني جزء من الشعب وهذا الكلو شاره هو جزء من الشعب لكن انا راني نقول لهذا الناس اجي بدور واحكم كيف ها تذر فيها حط فيها مهلوسات حط فيها قرعان تاع شراب وصراتنا صراتنا هذا انه مرة مرة نكت نمشي في الميترو واحد قهز لي قرعان تاع شراب في رمضان ويقدر لي علدين قلت له رح مصمص فمك وقبل كي تفطن من بعد روح نحكي معاك فهمتك تدير لك فيها قارو زطلاء بارم قارو زطلاء عينيهم سكرين ويقدر لك على دولة القانون يودي روح افطن قبل افطن من بعد روح نحكي معاك والله ولكن كين ناس والله العظيم لو كان يلقى الطريق كيف ها يخرج قاسم من بالله ما زي تشوفه كين منهم اللي راهوا يستعمل فيها يستعمل في هذه الامور هذيك على جلبه شوي يستخدمها فيما بعد حب تخرج اخويا روح ربي سهله لك ما تستعملش انت الوطن هذا تستعملو كراهينة تين ناس تحوسوا على جلبه شتساهم في خدمة البلد راك مظلوم راه كين الظلم رانا قلنا كين الظلم وكين الحقرة وكين التهميش وكين ابن عميس وكين العنصرية وكين الجهوية وكين 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 راك تحوس على التغيير رانا مع التغيير ولكن خلي ناس في المستوى تروحش انت تتقدم الصفوف احشم خلي ناس في المستوى كشغل درك انت يا واحد انسان سكرجي انسان قمرجي وانسان فاسد اخلاقيا ومن بعد يجيه هو راها الناس في الجامع ويجيه ويأمهم يجيه ويتقدم للصلاة يصلي بهم كيف كيف راك انت تحكي الى امه تحكي الى مش راك انت امه خلي ناس خلي وجوه اللي هي مش المسخة مش كذا خلي يجيب خلي يجيو ناس ناس مثقفين يجيو ناس مفكيرين يجيو ناس اودابا راها اطارات كفاءات في الدخل وفي الخارج غضو انتك يشوف وذرك انت الناس هم في باري في باري الى بلك راها شحلكين من الف الطبيب راهم موجود في باري في فرصة بشكل عام هذي مهندسين وهاذو ناس مخطيطين وهاذو ناس كذا يجيو لك انت ايه يه يه ايه وعواس السلام عليكم وعليكم السلام الصوت نقصه منششوف يروح يخلاص مكششوف يروح تبسكوا ها 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 ورحت كاميرتي ها هذا الفيديو ودي زكتوب دعنا ندريها انتصورها كانها يالسينا نعلم أن نرىك خيرا سيدي نرىك خاصة كما تضحك نرىك طحكة عشاوية تشوفني كانت عيطة تعجبني أنت عيطة تزيد تحمل حالة شوية صرت الشريف يجب أن أرى الكاميرا وليس يجب أن تحذر شريف أو ضدنا شريف من بكري ضدك شريف من بكري إذا تقول له هكذا هو يقولك كنترير قليل وإن تقول أنت حاجة هكذا ويقولك إيه قليل ستقول له هكذا هو يقولك سوف تعطي الكاميرا اكيدي قرد الكاميرات قمت بتحييه إذا سوف تبقى سوف تبقى قرد الذهاب قارك أخ مرد واسمه قضية هذه الحجة تعدم تمثيل الحركة هذه أمور واضحة نرى نتحدثنا عليها هذا الناس شوفوا نقول لك حابين يفوضوا السلطة لأنهما لما يكون هناك تنظيم للحرك وتمثيل الحرك كين منهم اللي هو ربما ما يكونش بالتالي هما يستعملوا في هذه المسألة على جلبة يبقوا هما لأنه كين الناس اللي هما راهم مثلا عندهم كما نقوله شهرة إعلامية كين الناس اللي راهم وراءهم هما يبقوا هما محتاضنين الشرع يبقوا هما يوجهوا فيه يا أخويا مثلك مثل أيها الناس ترقل مثلا عندك باش في الفيسبوك ولا عندك في اليوتيوب بإمكانك ومن حقك يجيبش أنت تتحدث تدير أنت مثلا ما لبلش أنا مشروع ولا فهمت ولا مبادرة ولا أستناني نخرجك وعاود دخول عيسى هذا كن نخرجك وعاود دخول فهمت أصبرت شوف تقيقة أعاود نحل واسمه فهمت الأخمارات كين الناس اللي هما هذا وما تخدمهمش خطر على بلهم غدوة لكين كين الناس اللي هما ذو كرام حابين يفرضوا عليك فلان قال لك مثقف لكن كين الناس اللي هم محقورين فهمت كين الناس اللي هم محقورين في وسائل الإعلام ما يبانوش محقورين حقرتهم وسائل الإعلام ما يبانوش وبالتالي هما لو كانت أعطى الفرصة للناس ويبانو هذو المثقفين ويبانو هذو هما يلقوا ورواحهم باللي الأخ واسمه هذا ونجر Ren ها عندك عيانة ها هم ها 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 لما سأنا ها 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 من شاء الله ها 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 يا جيرل ايوه ايوه هل ينسوا يا جيرل ايوه ايوه بالنسبة التمثيل الحراس بالنسبة نفس الشكل ايوه على نسمة فيك جيدا الاخ ملع ايوه ايوه بالنسبة للتمثيل الحراك بنسبة للتمثيل في الحوار او الحراك خاصة نحن عشنا ببعض المشاكل في الجزائر. بالنسبة للتمثيل أنا كما قلت في تعليقي. اتحدثت بأن. ايما. بالنسبة للتمثيل أن يكون التمثيل من كل من كل النخب السياسية والثقفية والعلمية. وأحب ذلك أن يكون حوار شامل بين الجزائريين. سواء كانوا جزائريين سواء كانوا موجودين في عدد التشكيلات السياسية والمجتمع المدني الحقيقي لمثل حقيقي فعلا. كذلك باسم الإعلاميين كذلك الإعلاميين التي لهم باع في الإعلام الجزائري خاصة منهم لغادر الوطن ومنهم في الداخل الوطن. ولا أنسى كذلك الإطارات السياسية المتواجدة في داخل وطن وخارج الوطن. أكيد البناء الجزائر ما تكون فيها شامل. كل الأطياب السياسية وأخكانت إسلامية أو وطنية ومع ذلك بكل تسمياتها. ولا أنسى كذلك الناس اللي حاضر وقت التسعينات لهم حتى هم كذلك رأي آخر سواء كانوا المعارضين أو دون إقصاء. دون إقصاء. نعم. وكذلك الآن بالنسبة للشباب ما كانش فهم الوضعية السياسية الماضية في السنوات الماضية سواء التسعينات أو من قبل ذلك. ولا أنسى المجاهدين الحقيقيين الذين كانوا يمثلون فعلا صح الجزائر. هذا الشيء اللي نحوسوا عليه. بالنسبة بالنسبة للتمثيل الذين لا قلوا لا لتمثيل الحراك. بالنسبة للتمثيل في الحراك. فيه أناس يدعون إلى عدم التمثيل. هذا كما طرحت القضية وأشرت إليها. فأنا يوجد أناس لا تكون لهم مكانة في الحوار في التمثيل الحقيقي فعلا صح. يحبون أن تكون لك شيرات فوضى حوضة عالمة. في أي شيء في أي شيء لكنك تكون فيه قيادات. في أي حاجة. سواء كانت في سفر في تشكيلات سياسية حتى في حتى في لعبة رياضية. كوش فيها القائد ما تمشيش بالفريم أو أي شيء. هذا النقطة الأساسية وهذا ما لدينا إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله تكون صح نية صادقة في الحوار والخروج من هذه الأزمة. نتفق معك الأخ جلالي. هو شوف نقول لك. تسمعنا النبه بركة. ننبه للنقطة. دورك على بك مثلا العاصمة. عاصمة على بك أنت. خاصة أن الناس رح تشوف مثلا من الخارج. دورك مثلا كي تكون تركب في طيارة. أو مش كما الإنسان اللي يراه هو يمشي في طريق. إنسان اللي يراه يراه هو ركب في الطيارة. رح يشوف المشهد كامل. شوف قال مثلا في العاصمة. قال مثلا من الله يديز لي ولا من الله يمش لي. لحتى المعلي باليش أن الباب الواد. رح هو هو يشوف الشعب. شعب هذا وش فيه. رح فيه الإسلامي. فيه العلماني. فيه الملحد. فيه المهلوس. فيه الإنسان العامل. فيه البطال. فيه الغني. فيه الفقير. فيه المرأة. فيه الرجل. فيه الطفل. فيه الشيخ. مخلط. خلط. دورك هما هذو ناس كاينين مسنودين. يحب يحصر لك هذاك الحارك في شخص. فيه لقطة معينة. ويقعدوا يروج لها. يروج لها على جلب شوما يصنع منه هذاك. يصنع منه بطل. فهمت؟ وباش هما يوجه من خلاله يوجه الحارك. احنا على جلب شنه هربو. ماناش نحوسه احنا على تقسيم الحارك. بالعكس. احنا هبين هو انه تكونه اللحمة. ولكن اللحمة حقيقية مش مصطنعة. قال دورك مثلا. بدل من انك انت تعطي هذا الزخم هذا. والله هذا التغطية الاعلامية لهذاك الشخص. يا أخويا اذا كنت تتحوس على العدالة اعدل. خلي ناس تتكلم في العاصمة. قال دورك مثلا تكون منابر اعلامية. بالعاصمة. مش بالضرورة نفس الشخص هو اللي يتكلم كل يوم. انت رك اظهرت على انت كل يوم حاكم من الوسائل الاعلام. قنوات سكن فيها. رقد فيها. خلي ناس خرط بان. خلي ناس خرط اظهر. خلي رام كاينين طاقات اللي هما رام همشين كاين كذا. غدوان تذوق قل مثلا في العاصمة. قل ما علي بريش انا في الساحنة اودارا كاين مثلا منبر ثمة. ويكون ناس يعني قل مثلا من الاعلاميين والله من الناس المتطوعين هكذا اللي يعرفوهم ما يحاورو. يثيروا مواضيع. سواء المواضيع اللي راها عيشتها الناس ثمة في المنطقة. او مواضيع وطنية. نفس الشي في قل مثلا في الله قرون بوست في البيار في الباب الواد في ساحة شهادة في كذا. والناس تشوف المشهد العام. تشوف المشهد العام من خلال تعدد الاراء. قال واحد ما تتفكش معاه علماني وواحد اسلامي ولكن خلي عليه يعبر خلي عليه يوصل هو الوجه انت عن نظر تاعه باطار احترام المتبادل. اما هو انه يفرضوا عليك هكذا يجيبوا ناس هكذا ويحبوا يصوقوك. والله العظيم انا دايما نقولها اخطر من النظام. هذا الناس اخطر من النظام. اخطر اخطر من النظام. هذه هي. نقول كلمة والسلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل الله عوز. الحواء. شوف اسمع. انا نشرب. انا نشرب. انا نشرب. انا نشرب فيها جارو. هذه جاها. هنا انا نشرب بقى في بل كيف. اسمع. نحن الحوار الحراك في العاصمة مختارق بزار لا تستطيع التحكم فيه نحن يدخلوا كما يدخلوا موحمد بن موحمد دا سيدي ودخلوا في الكوتي الأخرى كفاس مو بومالا ودخلوا أخرى طابو اسمان قولوا هذا شوية عندهم وزن على الأقل في الأوساط الشعبية المثقفة ميتشو فلوط الكوتي تجاه الهضرة ما زالت واحد ماذا يحكين عليها للبارع؟ واحد يقول لك المخابرات إرهاب واحد يتلقوا عليها الاسم هذا كانوا من مش تشنت القوانها بس كانوا رجالا ونسا يتخدم على مصرحة البدابد وكانوا صح اللي تهدم بصح الحوار على هذي يقولك العاصمة صار منس مهمة عيسى والأخ جلالي للأسف شديد يحصل لانقطاع خارج السيطرة ماذا حدث لك يا سينوردين؟ ممكن قطاع خطرا أن يستعمل في الويفي ممكن نبقى ماذا نبقى نحكيه مع بعضنا نورمال ماذا نبقى 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 لانقطاع خطرا ماذا نبقى نحكيه مع بعضنا نظر ماذا نبقى نحكيه ماذا نبقى 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 وضع الرابط للغرفة جديدة لأن كل غرفة لديها رابط إذا كان ممكن أن تدخل وضعت الرابط تقدر تدخل تسمع فقط من خلال الغرفة لا تستعمل صفحة تفتح الصفحة وزيد تفتحها رابطي ولي حدث الرتور كنت م Кстати كنت مجددا ما أعود؟ حدرت على الجيلالي كنت تفضل كنت إخوان تتحدثوا عن الجنة العوار ايه اه قلتك التاع الولايات انا كنت في الموضوع التاع العاصمة ولات من الصعب التحكم فيها للاختلاط الكبير في الالوان على هذيك الناس يتخممها بتطل الولايات وتنظم رواحة على حبر البلديات وبعد يطلعوا كما كنت تحكي انتهى كل شي واقع كل شي واقع كينة امور موضوعية كينة امور موضوعية كينة الناس اللي يراهم يستغلوا في مثلا في الحراك يستغلوا فيه اعلاميا قال مثلا يراح يدير لك الزوج ولا ثلاثة من الناس يتفاهم معهم وكاري قال مثلا عشر اخمسطاش عشرين يديروا شعار يديروا اهازيج يديروا لها ريبيتيسيون كم المغنيين له يديروا ريبيتيسيون قبل ما يهبطوا للحراك درك هو يركز لك فقط على المربع هذاك يستغلوا في الحراك كامل اللي هو ما هو انتع حركة ولا انتع حزب ولا انتع مجموعة من الناس حراك شعبي فيه العربي فيه القبيلي فيه الشوي فيه الترقي فيه العالم فيه الجن فيه الفقير فيه الغني فيه المريض فيه الصحيح فهمت اللي عنده عقيدة فيه اللي ما عندهش فيه انتع فيه مهم خلط خلط هو يستغل هذك الشعار ويحسبوه على الحراك او يستغلك موقف يجيب لك واحد معه ربعة ولا خمسة من الناس رامي تكلموه يصوروك هو في الاعلام من بعد يستغلك يستغلك وسموه لانتع ذوك مثلا كمرا هم ذوك الناس يديروا السيلفي واحد يجي يهز الميع اللي اسمه التليفون تاعه ولا اللي اسمه طابلات ولا ما علي بالي شانا ويصور لك روحوا مع الشعب كامل كأنه هو اللي رايسو في الشعب هذك يا صاحبي را عنا عقول نفكروا بها الى متى وهذا الاستغلال مشي تنتقد في النظام تنتقد في الممارسات تعال النظام حب انتدير تغيير حب انتدير عادالة حب انتدني دولة القانون يا أخوي تدير ممارسات إذا كنت هذا الناس رامهم معتدين على القانون يا أخوي كنت على الاقل في مستوى من الأخلاق خالي من دولة القانون على الأقل كون على مستوى من الأخلاق ما تكذبش ما تبلعدش ما تغدرش ما تسرقش ما تخطفش ما تديرش كذا وحاول هو أنك إذا كان هذا النظام هو يمارس في الإقصاء ويمارس في التكميم ويمارس في التهميش ويمارس في كل الممارسات السلبية حاول هو أنك أنت ما تديرش هذه الممارسات عن النظام وإلا أنت لا تختلف عليه النظام رأى مثلا كانوا مجموعة المخابرات قال مثلا هم يديروا كمارا يشوفوا فيهم ضكيني الناس مكلفين بمهمة يبتزوا في ناس ويهدوا فيهم وفي كذا وانت تولي أنت واحد ترسمه قطة واحد ترسمه حلوف واحد ترسمه كذا نفس الشيء ترك تقوم بها ترك غير ما عندك سلطة تلك كان غدوة يكون عندك مركز التعذيب كمارا عنده النظام وعندك مركز الشرطة وعندك الدرق وعندك الأموال وعندك الإعلام نشوفوا فيهم نشوفوا فيهم نرى مما سوفوا في الإخصاء هكذا تشوف مثلا راح شوف لك شما واحد يتكلم عليها والله ينقل لي تسجيل والله ينقل لي مقال يشوفوا فيك ويقرأوا لك ويسمعوا بك وديروا نرواح ما يعرفوك ش نهائيا همت وهذا أنا نداية من نقولها أخفر من النظام المشكلة يا يولدي هذا ما احنا على برنا بهم أم برآن وكي تحضر له كل متحقي بلوكيك بسمعدي المشكل المشكل فيه ثلاث عناصر نوردن اللي العلاح ما يخرجوش على المثقفين هم المغلال الأغلبية مهمشين هم المهمشين الجامعيين يقولك نحنا مهمشين ديبلومي وما لقيناش الخدمة بص حكي عدين حكينا حاجة أنه مازال خوف في الناس واحدة وما يلقوش أنا كي نرجح حكا شوية لازم يلقوها واحدة يقودهم هكذا ما جماعة تخرجوا تقول يا جماعة احنا متقفين احنا أكاديميين احنا جانعيين احنا تكنقراط كي ما كنت تقول كبير نخرجوا نديروا حاجة نديروا أعراء هم تلقوا قاعد في الدار هذا اللي ليس لديه واللي خدامي أخوي يقولك أنا عندي دار وعندي منصب وعندي طموبة لأخوي وأنا راضي راضي بس النرمال بس النرمال كما قال لك أنت أناس بكري قال لك ما تطلقش ما في يدك وتتبع ما في الغار تذرك هذا المثقف هذا المثقف والله هذا الإنسان اللي يراه ودركه هو أديب والله راه هو إنسان مفكر والله لما هو يشوف لك أنت مثال الكاتب أنت هذا الكاتب هو مش محتاجه على الجلبة شووو يخرج للشارع كاتب بره وعنده وقال مثل الجهاز يقدر هو يألف لكو كتاب وهو في الجهاز وما يخرج بره ما يشوف بره والباحث كيف كيف لكن أنت غدوك تعطي الفرصة للناس تعطي الفرصة للناس أنت قال مثلا غدوك ما كنت نحكي هنا قبل هو أنك أنت تفتح المجال المجال الإعلامي والسياسي وتبدأ الناس تتناقش في الأفكار هذا الكاتب هذا الكاتب والله الباحث والله المفكر هو يقول لي ينتقل ليك تالما هو يشوف ذرك مثلا هو قال مثلا في الساحة رأم غير هذو كل كي ما قال هاش سلال أنا ما نهضرش على على ناس قاضي يجي كل الشارع هذه ما كانش منها وهذا يخرج هنا ها ذرك ذرك هو اللي يخرج يقدم نفسه أنا أنا أهضر على طبقة هذيك اللي جاية أونطر بها تخرج هذيك الناس المثقة أكثر هذيك ساكتا اللي راه يتخدم مع الشعب مع الطبقة الكادحة هذيك أنا هي اللي بغيها التحرك اللي واعي واللي على باله ويقرأ على الأقل الكتاب على الأقل يتطالع في الانترنت يشوف عنده عنده حاشة هو اللي يقدر يسيطر بسحة هو ما بخله هامش فكتقول إنسان عاقل وإنسان خاطئ وإنسان مجتع نشاكل بسحة باغي يغير مي ملقى هم كادره ما هم كادره ما هم كادره ما احنا قلتك العاصمة خلاص العاصمة ما قدرش تحكمو فيها إلا إذا خرجت بجموعة كبيرة من جميع الولايات والتجوء هم بسحة العاصمة كشتها كل واحد يغني به هنا هم وزيب ذكي ما قبل كنت سمع فيك تقدر على 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 نكاز ومن هي زيطاطي يحرب في الجيش ونكاز يحاوس يدير حكومة الناس يتتفاوضوا لو ش راهد دير بركة على من يتفاوضوا على رسالنا باغين ندخلوا ندخلوا في بعض أنا وش باغين بركة الحوار واحد ما قدر يديروا يجمع الجزيرة يقول ما يجمعها روحوا غير نحكيوه نصارحوا بعضانا بس حيات الزاقة وهم يعشوا كل يشجروا ضرق جريوا ضرق قبل ما يتحركوا قبل ما تصراحها جغرا بس كانها كنشوفتا ذكا يرجعوها في قويات واحد يقول واي الشاركة مخدمين فيها غير برانية موش مخدمين أولاد بلاد شوش رانا نحكيو اسمه بلاديتو الفو بايجي هو واحد منا ومنا يخدم فيها غير هو هو انساه في يوم من الأيام كان يخدم خارج بلاديتو وما زالوا يخدموه شو كثرة بيلعبوا عن راية العقلية تاع الشباب بيخرجوهم على الطريق التغيير الحقيقي واحد مشكلة سكنة يقولك عن الناس اللي نعرف ما مديرين جمعية يا نوردين يخدموه أرضا يخدموه مع الزوالي يخدموه مع المحتاج ومشي بلاعقل بلاعقل صح معين يعرفوا بعضاهم أنا لا قلت نخطوه شوية العاصمة إذا انتخابات هذي إذا وصلت بالطريقة هذه يا عيسى أسمع يا عيسى شوف ضرك انت العاصمة هي هي العاصمة ما تقدرش انت تتجاوزها لكن هما ضرك الناس ما صبرت شوف نعود وندخلوه خونا الجلالي فهمت العاصمة هي العاصمة ما تقدرش انت تتجاهلها تبقى العاصمة هذي رأها موجودة في كل في كل العالم أصبرني 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 تأذرك تقدر تسحب البيصات كما كنت نقولك أنا تسحب البيصات لو كان نظرك مثلا انت قال هكتو في وقت من الأوقات كانوا ناس هما ماذا بيهم على جل باش يخليوا العاصمة هذي كان أمور موضوعية هي أن نظرك مثلا العاصمة رأها فيها مختلف التوجهات اللي هي ماش موجودة في ولايات قال مثلا تقدر تلقى مثلا ولاية من ولايات مثلا اخونا جيلالي في واتسوف مثلا في الوسمو الواتسوف ما تقدرش تلقى فيها كل التوجهات كما رأها موجودة في العاصمة غالبيا تسوفا ناس محافظين ناس يصليوا ناس مدينين عموم الناس هكتو تقدر تلقى تلقى مثلا الناس يعني إلى حد الماء هكتو قال مثلا عندهم فكر علماني ولكن الطابع طابع العام هو توجه اسلامي وطني هذا هو في العاصمة نو عاصمة موجودة فيها كل التوجهات بالإضافة الاختراقات وانتذرك إذا كان انت الناس مقدروش للعاصمة هكتشوف مثلا في وقت من الأوقات لجماعة في الوليان تعل برج قدروا هو انه يوحدوا يوحدوا ومشاوا في عدة جمع أحدثوها الزات فهمت في الوليان تعل برج لكن للأسف شديد هما انه قاموا باخطاء كانوا مفترضوا انه ما يوقعوش فيها لماذا؟ لأنه ربما نتيجة انتع غرور كالناس اللي هما مثلا تنفخوا في وسائل الإعلام أو قال مثلا كالناس اللي هما هكذا يحبوا يكسروا كالنين الغيارين كالنين الحسادة قال مثلا هما حبوا أجل بش يكسروا هذك الحراكة هذك فهمت لكن تقدر الناس مش بالضرورة هو انه تتوحد في العاصمة ولكنها ضرورة فيما بعد لكن تقدر انت يا لما تقدر انت تتوحد في ولاية واحد اخرى ما تبقىش انت تستنى فيهم قال لك اه وش داروا العاصمة لما داروش أنا من من مش مش معهم روح تواحد انت في الوليان قال لك غدوة مثلا انت في باثناء والاخ في ويتسوف والاخر في برج والاخر في سطيف والاخر في عنابة الناس تتحرك ثم على مستوى الولايات غدوة انت هذو اللي جمع انتو العاصمة تفرض عليهم منطق تفرض عليهم غلبيا انت على الشعب الوطن ما هوش العاصمة صحيح هو انه العاصمة عندها المكان انتاعها بحكم هو انه راه كين هناك مثلا مراكز تجارية كين مؤسسات وطنية كين وزارات كين حكومة ثم كين سلك دبلوماسي كين مؤسسات اعلامية دولية راه كين ثم لكن انت ما تبقاش انت ما شيف الرئيس منطقهم هذك اليوم ما حابين يفرضوا عليك روح نظم روحك في ولاية واحد اخرى ايه هاديا معاك انا كين مانا غدوان جمع ان شاء الله اذا احيانا ربي وصلنا لهذه الساعة انا غدوان ينتظر في خنشلة كيف اخذ؟ خنشلة 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 على بالك فيها تشغل كل ولايات بتاع الاوراس ام البواقعين البيضاء المشاورين هذو لما ما نسميه كله يعود واخرين ما يجيوش يقولك يا قلت اسمناه والله يجيوه والله المهم خنشلة راح يروحولها كل الصوت بقايا دير نور الدير هم الصوت بقايا صوت هكك تسمع فينا مليح اخي بحش صوت الاخ جلالي بقي يرد بقير شوفك شما عندك حاجة كفتحة شوف استعمل الاخر بركت كين فيها اسمه روتور ها روتور حاولوا انك قلت لك ممكن تكون نركح الجهة وحد اخرها ام طب محمد، كما ذلك مثلاً أنا راني دائل الغرفة هذي نسمع فيكم مباشرة منها لكن لما تكون انت يا حال صفحة وراك تسمع في روحك تسمع في المداخلة هذي من صفحة واحدة أخرى باكتماً يجي الرد هذك تسمع بارك منها من الغرفة هذي وانا راني نتكلمه هي يعني راحت تسمعك نوردينة أنا مانيش ضد العاصمة والله العاصمة هي المرآة وشباه على برنا بها هنا العاصمة هي المرآة العاصمة هي المرآة لذا أنا مانيش تخلوش على العاصمة كي نتلعوها نتلعوها من الضمين الولايات الكل تقول كيما كنت تقول الحوار إذا ما قدرناش نديروه بين person to person كيما نوياك هكذا من البرج وانا نباتنا شوف نعطيك كم مثال بركي شوف نعطيك كم مثال ومثال واقعي يمشي علاش ترحوا في وقت من الأوقات ترحوا الخراطة لماذا؟ لأنه حبوا عن طريق خراطة يتحكموا في المساقة الحركة أنا لا أتحدث على الناس خراطاء كانوا ناس راحوا في هذاك الإطار من أجل على جلب شوما فيما بعد يقولوا يدومينيو لكن في وقت من الأوقات شوف كيما قلت لك أنا تحركت الولايات على البرج مثلا عدة جمع سحبوا المبادرة لناس أخرين ومن بعد يقولوا هما يروحوا للبرج أنا عندي معلومات شي قال قالوا كانوا يروحوا ليهم يروحوا ليهم رؤساء أعزاب يروحوا ليهم شخصيات سياسية يبعثوا لهم في مراسل أنا سيد سويت أعلى من أجل بشي يتحكموا هما في المشهد ولو ناس يحوسوا على جلب شوما يمشيوا معهم وما زالهم إلى التاريخ اليوم ما زالهم كانوا يراهم ما زالهم إلى التاريخ اليوم ما رأهم يتواصلوا معهم على جلب شو يتحكموا هما في المشهد قلناها من قبل الجماعة قلناها من قبل الجماعة قلناها تفاوض وهي تضيف المائش ما إذا بقعت هما على حس براهم هما أنه خلاص يبدلوا الواجهة بأسول ونكاز وما شابه وما شابه وما شابه يبدلوا الواجهة وزادوا يتحكموا فينا كما بكري وخلاص وتمشي لبلاد وعهداء خامسة و سادسة و سابعة صح لا ما يش رح تمشي هكا أنا متأكد وبربي إن شاء الله ما يش رح تمشي هكا الناس اللي كنا كنت تحكمتها في الوجوه إذا إذا البلديات والضوائر والولايات تافقوا أنهم يمشيوا بوجوه جديدة وثقافة وأكاديمية و جامعية رح يبدأ التغيير بالفعل ويبدأ بلاءة مهاطرة ويلايات بحبوش يخرجوا خلاص مم انتظر الناس لا يخرجوش أنا واحد من الناس انتا لو كان ذلك مثلا انت تلقى ناس تنقش في افكار كالناس اللي هو يقول لك مش حتى الوقت انتاها لا تنقشش الافكار لا تنقشش مشاريع انتواحدوا على جل باش نطردوا النظام كيفا بعلبالوش ها تارك جايدوا بقلمة هنا في مدينة انتات الولوز وتعايت انت وان تو ثري في فالالجري راح تغير النظام والله تغيروش ايه تقول انت ايه مو خابرة ارهابية راح تغير النظام مكش هتغيرو اتقول انت يا مع الباليشان اللي جينيرو الابوبا راح تغير النظام مكش هتغيرو هذا الحرك راه هو وسيلة وسيلة الحرك وش هو الحرك هو راه عبارة عن نشاط متواصل هذا هو الحرك النشاط متواصل والمظاهرات انت تظاهر انت تحتج انت ترفض ترفض مثلا مع الباليشان قانون ترفض انت صفقة ترفض انت وتحتج تحتج و رك تخدم رك تخدم لكن الطرق انت التعبير ما تحصرهاش انت في الاهازيج اهازيج هذي استعملها في استعداد ممكن انت تستعمل ايه ممكن انت تستعملها تستعمل هذا مثلا انت مثلا هذا القانون وما داره انت سحب الجنسية تستعمل انت اهازيج باش تترد على السلطة ولكن ما تبقاش انت ماشي فلا دكترين هذيك لازم لك بدائل تبين بهذا الناس مثلا انت غدوة مثلا في باري ولا في تولوز ولا في مارسي ولا في ليون ولا في اي مكان واحد اخر لما انتعد تكون فيه مثلا هذا الاسم يكون فيه حوار وتكون فيه لجنة حوار من الناس اللي هما مثلا يعرفوا يتكلموا ويعرفوا يحاوروا ويجيوا ذرك هما مثلا الناس في المستوى وقال عندهم مشاريع وعندهم مبادرات يخرج لك واحد قال مثلا ايها الشعب الجزائري انا راح عندي مشروع اقتصادي وهاهو المشروع انتاعي وراني قال مثلا خدام مثلا في فيرنسا ولا في امريكا ولا مانش عارف انا كذا وراني موظف قال مثلا المعلبة لشانا راح عندي وكذا ولكن انا رغم اني راني لباس علية ورغم كذا لكن انا راني حاب نستثمر في الجزائر وحب نخدم ولاد بلادي وحب نساهمنا في الاقتصاد الوطني مثلا تا غدوة ترد انتا واحد يجيك من بعد عالم قال مثلا واحد راهو يخدم في النازة قال انا راه هاني كذا وهاني قريت في الجزائر وراني كنت نخدم في النازة وكذا 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 واليوم انا راني حبيت نرجع للجزائر على جل باش نساهم انا مثلا في مركز انتاع تكوين تعفاظاء ولا معلبة لشانا امور واحد اخرى انتا رك قدمت البديل قدمت البديل من خلال المبادرات من خلال المشاريع هذك المواطن اللي يراه ودرك هو انتا كنت تتحكيله عن الجنسية يقولك اه تحاوس نحية الجنسية لهذا ها تتنحية الجنسية لهذا اشعال لما تعطيها تعطيها لذي قال اللي قتلك ندلك انا استاتيو البوتفليقة او لا لما انتمدها شعب من بعد ينوضلك لكن انتا لما تخلي انتا هذ ال الناس اللي الرؤوس انتا حما مسكرة وراهم ذرك هما قاعدين يستخدموا في التحريض تحريض تحريض وقاعدين هما يستخدموا في الابتزاز ووصلوا الاشياء اللي هما تمس بالاسرة وتمس بالمجتمع فهمت وممارسات اللي هي ما يقبلها لا ربي ولا العبد ولا كذا انتا فيما بعد انتا رك تعطيه في المبرر للناس هذو اللي ارهم في السلطة اللي جل باشوا ما يستخدموا مثل هذه الامور ومن بعد انتا يا الشعب وش راح يقول يا يقولك والله غا يستاهلوا هذاك يا والله ماشي غا ينحيولوا الجنسية هذاك حقه اللي هم انتا هو يسلخوه له بس كعلا انتا رك تعطيلهم في المبررات ويزيت يتغطى لك بامور سياسية هو ما عندو حتى علاقة بالسياسة ما عندوش حتى علاقة بالسياسة لا فاهم ولا كذا تلقاه مرات واحد يهزلك في شعارات منا منا مرات يهزلك في افكار خاطيته مرات تلقاه يرددلك في افكار انتا علاماء وانتا مفكرين دون هو انه ينسبها لهم مرات تلقاه مرات تلقى واحد انتا زيد في التسعينات في التسعينات عشناها مش اسمعناها ولا قرينا عليها في الكتب ومع ذلك كي ان بعض الاشياء اللي انتدخب عليك هو قاعد يروح يسمع لك كน forgotten بالناة والله قل شهادات والله Click والله تحدث قبلنا في القاضيا نتا عشان سركاجي والله تحدث قبلنا في القاضيا نتاع المطار وقضايا أخرى يجيه ويعود لك نفس الهدر عليك اللي كنا نهضره فيه أحنا وحط روحه باللي وورا وفهم الأزمة يبركم الكذبن تاعك بركة مطبال عيطن تاعك بركة حشم استعيه خلي ناس اللي راه مذركهما فاهمين النظام فاهمين الألعي بنتاعه لأنك انتارك تبيع في الوهم غدوة اللي كانت توصل للصح وتولي فيها الضرب وتولي فيها الاعتداءات اللي راه حصلت في التسعينات وتولي فيها هكذا وتولي فيها حتى التصفية التاع الجسدية من بعد التا تولي ركزت ساهمت انت في فتنة واحدة اخرى احنا ذلك مثلا تحدثنا على ذلك القضايا تحدثناش عليهم علاجة لحنا باش نثيروا الفتنة بالعكس احنا تحدثنا علاجة لحنا حتى لا تعايد المأساة تحدثنا علاجة لحنا نكونوا منصيفين في الكلام بتاعنا لأنه النظام كان في وقت من الأوقات كان يستعمل في التعتيم كان يستعمل في الإقصاء كان يستعمل في التهميش وكان هو مقنع فئات من الشعب الجزائري من أنه هاي الأمور كيف هسرات وممديهم في الطريق هذيه احنا جينا نقولوا لا ما يشهك ذاك ونتحدثوا بموضوعية نتحدثوا من أجل المصلحة انت على البلاد ولكن للأسف الشديد ناس هكتشوف انت مثلا مثلا مثال بارك قال مثلا تسمع انت نظار نظار يهدر مثلا ويسأله مثلا على القاضية انت على هاي أيضا وين نسمحها سمحها في المريكان ويسمحها على راديو وطني وين نسمحها لكن ما عندهمش الشجاعة باش يقولوا راديو وطني هاو تكلم ثم رام داروا في حوار مع العيي دوره وقال او قال مدني مزرق النفس الشي يسمعوا في الحوارات ويهزوا حتى الحوارات اللي كنا نديروا فيها يهزوا في الأفكار هذيه يكون منها او غاق قاضية الحراك بارك كانك شما واحد كان يشبتها ومن بعد يقول لي وديروا ينرواحهم باللي هوا مالي رامي يوسيوا والله ذيك وبالتالي من حق الناس اللي هو انه ما تشاركش انا واحد من الناس انه ذو يجي لي واحد تياذرك ذاك النهار يروح واحد يقرارك مثلا لكتاب انتعك مثلا ويهزلك أفكار انتارك حاطهم ثمع ويديروا منك هما في ورقاء ويجيو لكنارة عندي مبادرة هاي واحد تهزمت يا تقرنت ويجيو اللي بعثوك تقاهزوا من الكتاب هذا ذو كان عايت لي قد لي وغدوار واحد احضر معاك ويجيو لك تلعبها مرة واحد هذا اخو جيلي سفيان هذا في الأول اخي ما هو النهار اللي حبينا باش نروح للتونس في 2011 هيا ما هو النهار اللي حبينا باش نروح لتونس وهدرنا مع شوشان وعلى جلبة احسنا نروح لتونس كما حكموك تخيل في الوقت تلك يجي يجي هذا يهدر معاك ويجي انا عادنا نهدر معاك ويجي انا نهدر عن هذه يا ناوه تفضل ويجيو يعود في الهدر فيه ويجينا نهدر فيه في الاراديو هذا كل ما تحكمني لكي تعود لي نفس الهضر يكوننا نهضروا فيها ومن بعد جديد رح انتبلي عندك مبادرة وعندك مشروع وعندك ايه هكذا شوف رح اسمحلي تحت لي الساعة شوف هارلي درنا اللقاء في فرنسا في 2013 شكونا اللي حاضر فيه؟ حاضر فيه هذك اللي مع جليل يسوفينا هذك هذا انتاع الجيد الجديد ايه رح سمع الهضر انتاع واش قل ومن بعده شو اللي يقولوا رحوا داروا اللقاء ذك نفسه نفسه احنا ديجو كنا نطلقنا تنقشنا مع ناس هكذا وراح اسم الاخ تونسي هو وهذاك عبل عزيز ومام حتى ناس اخرين هكذا وراحوا التلقاوا مع شخصيات وكذا ومن بعد يلا رحوا خطفوا هذك القاضية وداروا ركبوا عليها موضوع في القاضية هذك انتاع ما ظافروا هذك وولوا هما ثم وولوا فيها وولوا فيها ودخل ثم الى درجة وانه صاروا مرات وانه يلتقي وقال مثلا يديروا اجتماع والله قبل ما هما يديروا بيان والله يخرجوا بنتيجة يخرج هو يهضر في التلفازة ويهضره في الاسمه على جل باش يستثمر ويطغى الاسمه ذاك باش زع ما قال راه هو راه هو المحرك وهو راه هو وكتشوف فيهم ذرك راهوا ذك وين راهوا عشيك يحاور لك في معات البونو يا اللي شاركوا اوكل اللي شاركوا معانا في رادي وطني واحد ما يهضره على 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 المصالحة لا على افكار ماشاك شوفهم كانوا يجيوا مسجلين المداخلة تحم كامل فاتوا مننا كامل 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 كثير كثير منوا فاتوا من اذاعة وطاني كانوا والله يهضرووا حتى بليبسودهم راه موجودين وобطال ولاย زعى مواعدوا يعيطواهم فا القوات الفضائية واننا وحتى صار منهم يقولوا انته يشكون يعرفك انته يشكون يعرفك صار عندي سؤال شوف منه سؤال سؤال فين اته يعني مش موبادرة احنا ملتها موبادرة امتل احزاب علاه مع القوش العامل التحم احنا هذي تسمى تحدفنا عليها بسك لافالان مثلا ننزو لافالان عبك لافالان وضرت ناسها بزاف من بعد مهري انا ديجان عرف قطعة من لافالان احنا كل اولاد نشتي ولافالان بس على فالان اللي عندها خط واضح خط باين عندها سياسيين قادرين مش تعذرك هذي الناس هذم عليهم ما يعلقوش هما العامل الحزبي الاحزاب كلها ويدخلوا بالنفس الطاقات هذي كلهم ميشت وقت تليفون ما لك تظهر صحيحة تكون حزب اسمع احنا ديجان ذو كان هذ القاضية انا ديجان تكلمت عليها من سنوات وراها مذكورة من بين الاشياء هذي كلها في مؤتمر الجزائر مكتوبة ومشورها في الكتاب قاضية تعتجميد العمل الحزبي حزبي تجميد العمل الحزبي بغيت هو انه الناس تتصفى الخواطر الجزائرها مرت بفتنة مرت بأزمة مرت بحروب مرت بفتن مرت بفيضانات مرت بمحن كثيرة وهو انه قال مثلا نقترحه على جل باش تكون فيه فطرة فطرة انتع عك شغل كنفوليسونس كما المريض انتعيا مريض انتعيا كي قبل ما هو يعود يرجع للنشاط انتعا ويقترحوا عليه باش يدير كنفوليسونس احنا قال مثلا في هذ الفطرة ايه ولكن هذي تكون من طرف السلطة من طرف السلطة ويكون عندها قبول شعبي بتقدرش انت تفرضها هكذا تسمى احنا قطار احناها وكان يقول له مثلا هذا الفطرة انتع مثلا عام ولا عامين وكان يقول له مثلا انهما قال مثلا يتم التجميد العمل الحزبي لمدة عام ولا عامين ويكون فيه حوار وطني اللي هو يفضي على جل باش تشكل حكومة اللي هي تساير اسمه وتعمل الناس فقط من اجل التلاحم تلاحم يا سيدي هذا في اطار تعل الحوار وراها المشكلة هو انه يجيوا ضباط من الجيش ويتكلم وراها المشكلة يتكلموا في الاطار العسكري راحت عيسى بلاك لا عود لك راحت لك الانترنت المهم وامال عيسى نكتفي بهذا القدر رانا نلتقي ما شاء الله في فرصة واحد اخرى انا مضطر ان اجل باش نخرج ايا الاخوة والاخوات تحياتي لكم جميعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة